أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية على المستويين الدولي والداخلي وأهمية التعامل مع مشروع القانون بحذر شديد لكونه يمس بشكل مباشر حقوق وحريات المواطنين وخلال لقائه أعضاء اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعادة صياغة قانون الإجراءات الجنائية أعرب المستشار جبالي عن ثقته بأن مشروع القانون الذي سيعرض من اللجنة الفرعية على لجنة الشؤون الدستورية والقانونية سيكون لائقا بمكانة مصر وشعبها موجها بتوفير كافة أوجه الدعم اللوجستي وتيسير عمل اللجنة كان أعضاء اللجنة قد وافقوا في اجتماعهم الأول على قرار بنظام عمل اللجنة ومواعيد الانعقاد كما وافقت اللجنة على أن يتم إعداد مشروع قانون متكامل لعرضه على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لتقرير ما تراه بشأنه ويكون أساسه مشروع القانون المقدم من الحكومة